السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبع قناة التعليمي أحببنا نتقاسم معكم هذا الدليل دليل التكوينات ما بعد البكالوريا سنة 2022 موجه للتلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا تم إعداد هذا الدليل من قبل أطور التوجيه تربوي بالجهة تحت إشراف المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني الإخراج النهائي مروان معموري مستشار في التوجيه التربوي بمديرية أزيلال الواجهة من إعداد الأستاذ عبد الواحد العمري مؤسسة الإبداع الفني والأدابي بخري بها هذا الدليل يتضمن مجموعة من المعلومات عن مجالات متعددة يمكن للتلميذ أن يتخصص فيها أو يتابع دراسته فيها ما بعد البكالوريا مجالات تتعلق بالتجارة والتدبير أو المجالات في المهن العسكرية والشب العسكرية أيضا معلومات عن كليات العلوم وكليات الأداب وكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية أيضا معلومات على المعاهد المتواجدة في المملكة وطريقة الولوج لهذه المعاهد وشروط الترشح إلى غير ذلك إذن كما تلاحظون فالدليل هو على الشكل الآتي إذن الدليل كالآتي إذن كما قلنا أن الدليل تضمن معلومات على مجموعة من الكليات ككلية العلوم والتقنيات تعريف المؤسسة الشهادة الممنوحة مدة التكوين مسالك الجذع المشترك نوع البكالوريا المطلوبة تخصصات الإجازة بكلية العلوم والتقنيات ببني ملا أيضا كليات العلوم شروط الترشيح نظام التكوين كيفية الترشيح يعني جميع المعلومات التي سيحتاجها الطالب إن شاء الله كلية العلوم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شروط الترشيح كيفية الترشيح ونظام التكوين أيضا معلومات عن بعض المعاهد الوطنية شهادة التقني العالي تعريفها شروط الولوج كيفية الولوج كما تلاحظون المدرس العلية للأساتد لأساتد التعليم التقني المحمدية تعريفها تخصصات مدة التكوين المدرس العلية للتكنولوجية تعريف المؤسسة تخصصات التكوين شروط الولوج معاهد التكوين في ميها انطاقات متجددة معهد المعاهد المعاهد المعادن بمراكوش المعهد المتخصص في مهن الطائرات واللوجستيك المطارات المعاهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك مجال الهندسة الصناعية والمعلوماتية المدرس الوطنية العلية للفن والمهن المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية اذا مجموعة منها او جميع المجالات والمعاهد والكليات المتواجدة في المغرب ستجدونها هنا ان شاء الله طريقة الترشوح كيفية الولوج معلومات على المؤسسة بعض العناوين الاتصال بهذه المؤسسة ستجدون رابط تحميل هذا الدليل ان شاء الله اسفل الفيديو وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة